بيجيلي ناس تقولي إذا أنا بس حاسيت بوجع من يومين لكن لما نفحصه نقوله أنت عندك بوصير بقالها عشر سنين مثلا النصور الشرجي الحل الجراحي فيه ومثل الحل الوحيد النصور الشرجي من الأمراض السخيفة جداً لأنه يمر داخل عضلات مهمة جداً مسؤولة عن التحكم في التبرز بقى الحل للنصور دلوقتي زي ما نقول الحاجة اسمع فيه لك إن إحنا نخش نقفل النصور ده بدون ما نمس حتى العضلات ودي حجم يعني أنا نفسي نسكولاتي إرعانة الدكتور محمد مجد النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم عضوة جامعية الأوروبية لجراحات الشرج مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم موسيقى زمان جداً أو في الماضي البعيد ربط الأجداد بين النصور العصعصي وبين ركوب الخيل والجمال لفترات طويلة واللي طبعاً بيكون مصاحب لمعدل كبير من التعرق في العصر الحالي انتهى ركوب الخيل والجمال لفترات طويلة وبقي النصور العصعصي رغم قلة الوعي بيه خصوصاً في صفوف الشباب اللي هم أكتر عرضة للإصابة بيه كمان زادت في عصرنا مسببات المرض ده البدناء وأصحاب المهن الكتابية والمضطرين للجلوس طويلاً واللي بيسوقوا لفترات طويلة وأصحاب التعرق الزائد وأصحاب الشعر الكثيف كل دول مرشحين للإصابة بالنصور العصعصي ولأن أسباب الإصابة متعددة وعدد المرشحين للإصابة كبير جداً ولأن إهمال علاج النصور العصعصي نتيجه ألم وإزعاج مستمر وتفاقم في المشكلة فمراجعة الطبيب باستمرار وفي مراحل مبكرة تصبح مسألة حتمية أهلا بكم النهاردة اللقاء من ترسخص اللقاء طبعاً من أصحاب المقام الرفيع في مجال الحقيقة أنا عايز أقول يا جماعة إنه مجال الإنوريكتل سيرجري أو جراحات المستقيم أو جراحات المستوى المنخفض من الجهاز الهضمي ده يسموه دي لفترة طويلة جداً كانت الثقافة المصرية فيها قليلة الناس ما كانتش عارفة إيه هو النصور مثلاً ويترددوا جداً في الزهب وكانت التمن بيكون غالي جداً ما كانتش الناس عارفة إيه هو إيه هي البواسير وإيه هي الدرجات اللي تتعالج جراحي والناس ما كانتش عارفة الأهم من كده اللي فهمه بقى النصور واللي فهمه البواسير ومروا بتجربة جراحية وعلاجية مزعجة ما شافوش التطور المزهل في عالم الجراحات وزي الليزر غير وجه هذه الجراحات وأصبحت بعد ما كانت جراحة مش هنقول ضد اليوم الواحد جراحة المدى الطويل في الريكافوري في الاستشفاء في إن أنا هقعد في البيت في إن مشاكل الجراحة هقعد على الجها مضادات حيوية لا بقى الجراحات مش بالشكل ده أقل كثيراً صحيح فيه كيسس منهم ممكن تقعد كده العلم في كل حاجة خلي بالكوا يا جماعة العلم الطبي في كل الاحتمالات مفيش في العلم الطبي كلمة أقول لكم إيه الموضوع ده بسيط جداً أو الموضوع ده صعب جداً قد يكون بسيط في بعض الحالات قد يكون مضاعفات ومشاكل في حالات تانية اللي أقوه مالاً فالنهار ده أنا استمتع بحوار من طراز خاص جداً زي ما قلت لكم في واحدة من الجراحات اللي أنا بعتقد اللي لينا جداً إن إحنا نقلنا لهم ثقافة وضيف العزيز هو واحد من رواد هذا المجال اللي عملوا هذا الجهد فأنا بشكره مقدماً على هذا الجهد الكبير واحد من النجوم هذا المجال النجوم الطبية يعني لهذا المجال ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمؤسس ليه هيمو كيور مؤسسة هيمو كيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم من المساش الشهي الأهلا بيك أهلاً بيك أهلاً دكتور أيمو زيح وحيشك خاص أنا بشكرك أولاً على المجهود الكبير طبعاً اللي إنت عملته فيه التثقيف لهذه المجموعة على المرضية الله يخليك هو المجهود ده بتاعك لا ده بتاعك الحقيقة يعني لأنه وأنا اسمح لي أشكرك يعني على على اللي إنت عملته الحقيقة على مدار السنين اللي فاتت إحنا تكلمنا في حاجة لو حاجت تفتكر من سنين أنه ما كانش حد يعرف حاجة أبداً عن الحكاية دي كانت الناس تبقى عندها ألام وعندها أمراض صعبة جداً ويمكن التشخيص يبقى غلط ويمكن المريض بيش فاهم قوي أو حاجة لكن الحقيقة يعني أنا أشكرك أنك قدرت تلقل الناس للثقافة عظيمة جداً وبدأوا يعرفوا وبدأت الناس تيجي لعيدات مشخاصة نفسها وعرفها عندها إيه وكل حاجة وقولك أنا شفت حد بيتكلم عن الحكاية بكل حاجة فالحقيقة يعني الوعي اللي حصل في الحتة دي كان وعي عظيم جداً وبدأ ثماره تبان وبدأت الناس تعرف وبدأ الناس تفهم وبدأ الي عنده نصور شارك ايه وبدأ عارف انه عنده نصوره وما ينفعش يسيبه وبدأ الي عنده ببقى وصير عارف وعنده ايه وهكذا يعني وبدأ الناس تاكل صح عرب شوية وبدأت الناس ما تعملش عادات غذائية غلط وحاجات زي كده حاجة عظيمة جداً أشكرك عليها اشكرك شكرا جزيل انت اللي قدمت كل هزا الجهد وكل هزا التواجد الرائع جدا والعمل كمان اللي فيه مكيور ما شاء الله بيتطور يعني بتطور يعني up to date على بدر الساعة صحيح عايز ابدأ بالنصور كلمة على فكرة كانت غمضة عند ناس كتير ومزل بانتو كتير من الناس ما يعرفوهاش النصور عبارة عن فتحات موصلة بعضها بالتريك اذا قلنا ان هو جنب الشرق فنسميه نصور شرقي اذا قلنا ان هو في المنطقة السوفلة من الظهر عند منطقة العصعص فنسميها نصور عصعصي اذا جيه عند السرة فنسميه نصور صوري فنصور بالمعنى العام هو عبارة عن فتحة وفتحة على الجلد من بره وما بينهم تراك او قناة من نص الاغلب واللي بنشوفه كتير هو نصور الشرقي او نصور عصعصي خاني نبدأ بنصور الشرقي نصور الشرقي يعني عبارة عن فتحة داخل فتحة الشرق وفتحة خارج فتحة الشرق وما بين الاتنين تراك او قناة يبدأ الحكاية دي بأبسس بأبسس بخراج جنب فتحة الشرق إذا أهمل الخراج وما تفتحش بشكل سريع البكتيريا تجري وتأكستند وتعمل تراك ويبقى اسمه بأبسس لكن إذا فتحنا الخراج على طول وفرصة نقول للناس إنه أي حد عنده بأبسس عنده بأبسس عنده خراج جنب الشرق أي حد حاس بواجع غريب فجأة مش الواجع حتى المعتاد عليه أو حاجة لابد نروح للدكتور وإذا لقى خراج لابد الدكتور يفتحه على طول مفيش حاجة اسمها هناخد مضاد حيب وحاجات زي كده لأنه هيخلي البكتيريا تجري للفوق وتعمل الاتراك ويبقى فيه استولاء كاملة أو نصور الشرق الكابير طيب بالمناسبة إن الخراج اللي بيجي جنب الشرق ده بيبقى ألم وحد وبيحصل فجأة يعني إذا واحد ما عندهش حاجة وفجأة لأواجع عنيف جداً وإحنا نسميه سروبينج بين أواجع زي النقح كده حاجة بتنبط جنب فتحة الشرق إذا ده حصل فأنت أكيد ما عندكش حاجة من الحاجات العادية مش ما عندكش بواسير ولا عندك حاجة غريبة ليه غالباً ما بتبقى خراج وإذا ما تفتحش بيعمل الفصلة فنصور الشرق يعني عبارة عن فتحة بجوار فتحة الشرق متصلة بفتحة أخرى داخل فتحة الشرق وما بين الاتنين تراك أو قناة بتخلي الإفرازات تنزل من الفتحة الخارجية السؤال دايماً يعني اللي هو الكلاسيكي هل يمكن أن يتعايش مريض مع مثل هذي الحالات؟ الحقيقة لا إحنا ممكن نقبل أن مريض يتعايش مع بواسير من الدرجة الأولى أو الدرجة التانية أو حاجات خفيفة زي كده ويقول أنه هيعمل lifestyle modification لأنه الدرجات الأولينية من البواسير يمكن علاجها بدون أي عمليات ولا أي حاجة خالص لكن مفيش أبداً درجات للنصور يمكن علاجها باستخدام الأدوية أو يمكن علاجها بمرور الزمن يعني لأنه عبارة عن بكتيريا عبارة عن باسلز عبارة عن خلايا صديدية أنا أسميه دايماً أو أوصفه أن النصور الشراجي ده عامل زي الشرخ اللي بيجي في إزاز العربية أنت أول ما قلع بتتخبط كده بالطوبة تلاقي شرخ سوية سيبوا العربية دي لحد بكرة هتلاقيه كبر شوية سيبوها لحد أسبوع هتلاقيه كبر خالص لحد ما يوقع الإزاز بتاع العربية فالنصور عامل كده بالزبط يبدأ سنتي سنتي ونص نقول للمريد ده روح يعمل رانين مغناطيسي نشوف النصور ده قدقيه لإيه سنتي ونص المريد يهمل شوية ويجي بعد شهرين ثلاثة نعمل رانين مغناطيسي لإيه بقى 4-5 سنتي في الأول يبقى النصور ده سطحي أو ليه علاقة بعضلات يمكن ما تبقاش ذات قيمة قوي يعني إذا أهمل يكبر شوية ويطلع فوق العضلات ويبقى أنواع كتيرة زي ما هنقول بقى كمان شوية فالحقيقة أن النصور الشرجي لا يمكن أبداً يتعايش معاه أي مريض عنده نصور الشرجي لابد يعالجه يعالجه بأي طريقة كانت على حسب نوعه لكن لابد أنه يتعالجه ما ينفعش يتسايب أبداً القصة بتبدأ بالأنواع والأسباب فيه تداخل أكيد بين كلمة نوع وسبب بالزبط النصور ده سموه أنواع واحد خواجه كده اسمه جوتسالز عمل حاجة اسمها جوتسالز رول قالك احنا هنسمي أو هنقسم النصور على حسب العضلات اللي هيخش فيها والحكاية دي هو يعني التأسيمة دي يمكن من 1913 ولحد الوقت ما زالت معتمدة وكلنا بنمشي عليها إذا كان النصور ده تحت الميكوزة بس يعني مش واخد أي عضلات خالص يعني يضوبك الفتحة اللي برة جنب فتحة الشرج والفتحة اللي جوه ملهاش علاقة ملهاش دبس مش واخد عضلات نسميه سوبرفيشيا الفيستل نفتحه بالجراحة نفتحه بأي حاجة نفتحه أي يعني أي إن كان مش هيحصل منه أي ضر طب إذا كبر شوية وخد عضلا من اسمها internal sphincter فيسموه inter sphincteric يعني واخد internal sphincter نصور سهل إحنا كجرحين نقول عليه سهل يتعامل بالجراحة يتعامل بأي إن كان برضو سهل مايش قضية إذا كبر النصور شوية فيسموه extra sphincteric يعني واخد جوه external sphincter وtrans يعني عبرة والexternal sphincter فيسموه trans sphincteric يعني واخد ال internal واخد ال external sphincter إذا كبر عن كده يسموه extra sphincteric يعني فوق العضلات إذا كبر فوق خلص بقى فوق اللي فيترويناي العضلة اللي في النص دي يبقى يسمو super sphincteric يعني فوق العضلات ولا مستويات يعني على حسب ده تقسيم تشريحي تشريحي وهو ده مازال معتمد لحد للوقتي يعني مثلا الخط الرفايع الأولاني ده هو اللي بره ثم يكبر شوية بقى فوق وهكذا وهكذا طيب الأنواع بتاعته دي مهمة جدا لأن نوع النصور هو اللي هيحدد إحنا هنعمل إيه في النصور طيب احنا بنعرف نوع النصور إزاي؟ بالرنين المغناطيسي ولا شيء تاني غير كده بعض الفحوصات زي مثلا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحاجة تساعد شوية لكن مافيش حاجة تقدر تقول لأننصور ده واخد إيه من العضلات غير الرنين المغناطيسي طب هل ينفع مريض عنده نصول شارج يعمل عملية من غير ما يعمل رجال مغلسة غلط مفيش حاجة مفيش حاجة اسمها كده لانه انا مش هبقى عارف او انا بقى هحط المريض في الحتة بتاعت المفاجأة ان انا خش العملية وقوله ده انا اتفاجئت اني لقيت كذا فعملت كذا وده ما بقاش في الطب ابدا لانه لازم من حق المريض انه يبقى عارف ايه اللي هيحصل خطوة بخطوة جوا العملية وينقشك وتناقشه فيها ويبقى عارف هو هيحصل له ايه بعد العملية خطوة بخطوة ولذلك الانواع هي مهمة جدا للدكتور قبل ما تبقى للمريض لانه هو اللي هتحدد احنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي اسباب النصور مفيش حاجة ابدا غير انه بيحصل خراج جنب فتحة الشارج لكن ايه اسباب الخراج بقى مليون حاجة انه يمكن المريض مش باخد باله قوي من الهيوجين مثلا يمكن المريض بيقعد فترات طويلة فعنده حاجة اسمها احتباس حراري حوالي الشارجيجي عند الناس اللي اكتر اللي يمكن تستخدم الاندروير مثلا او حاجات مصنوعة من البوليستر او الحاجات اللي تسبب دايما في حرارة كده او حاجة فالحرارة دي تعمل شوية انفكشن مع القعدة الطويلة او حاجة انفكشن يعمل خراج الخراج يعمل نصور فاذا كان فيه خراج تاني هون جنب فتحة الشارج لابد يتفتح في ليلتها يعني ما يستناش ابدا لانه لو استنى الخراج احنا بناديله فرصة للبكتيريا اللي مش عارفة تطلع لبرا دي نات اكستند وتعمل تراك وتفتح في الشارتات وتعمل التراك تعمل النفق بتاعها اللي هي من النصور بالزبط 100% التشخيص هنا بقى نقف احنا تكلمنا على الواضح انه الامر اي هي واحد من ستون كورنر بالزبط التشخيص يعتمد على الكلينيكال بيكتشر على الدكتور شايف ايه وشكوة المريض المريض اولا انا هيشتكي من انه عنده شوية دستشارج عنده افرازات بتخرج من فتحة بجوار فتحة الشارج الافرازات دي قد تكون لونها اصفر وده الاغلب تبقى شوية جرينيش لو عليها شوية انفكشن ولا حاجة قد تكون حتى الافرازات اللي بتخرج دي بعض الفضلات يعني لو الانترنال اوبنينج الفتحة الداخلية دي واسعة هيباصس طول من الاكسترنال اوبنينج هيعدي فضلات مريض يقولك انا اثناء الدخول الحمام مثلا الفضلات تخرج من الشارج عادي فده عنده نصور طيب نشخص بقى نوع النصور ازاي من الرنين المغناطيسي هو اللي هيقول لنا نوع النصور ونقدر نتعامل معها ازاي طيب الناس مثلا اللي مش هتقدر تعمل رنين المغناطيس اي حد مركب حاجات بعدنية الشرايح والحاجات اللي هو المسامير مش هعارف اي ما نفعش يخش الامر اي نستغنى عنها ساعتها بالاندو اينا الالترا ساوند وبقينا بنعمل حاجة اسمها بروكتو ستيشن او جهاز عظيم كده بيسموه بروكتو ستيشن عشان نعرف بالزبط نوع النصور بدون ما نعمل رنين مغناطيسي ينفع في حالات ان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي لكن التشخيص يعتمد على وصف الحالة من المريض وعلى شطارة الدكتور وعلى الفحص بالمغناطيسي انا بحاجة بالتاريخ عايزين نحكي بقى تاريخ علاج النصور اكيد اه يعني في حاجات اثارية ما زالت بتحصل لحد الوقتي كان الرومان زمان اول ناس علجت النصور من الشرج ده وكان عندنا حتى كنت احجبها لك صورة حلوة قوي في تيكست بوك امريكاني كده حطين واحد روماني وبيعالج لواحد نصور فحاطت حديدة كده والله ما بقى رجحنا احنا موجودة لحد دلوقتي الايالة دي اسمها بروب او بيسموها بالعربي مصبر تدخل من الفتحة الخارجية وفتحة الداخلية وجايب سكينة كده روح جاي قطى الحتة دي كلها البعض مازال هذا التكنيك اللي يمكن واحد يشوفه انه حاجة عنيفة جدا مازال بيحصل وسموه في الطب فيستيليكتومي او فيستيلوتومي انه ندخل بروب ما بين الانترنال اوبنيج ونفتح الحتة دي نلي اوت التراك وننظفه وحاجات كده هو ده الجراح التقليدي اللي لسه بيحصل لحد دلوقتي وانا في اللحظة اللي بنتكلم فيها دي في 20-30 الف عملية بتحصل بهذه الطريقة مايهمناش اذا كان النصور صغير اذا كان سوبرفيشيلا او واخد حتة من السفنكتر صغيرة او حاجة مايهمش هنقطع ايه مايهمش السفنكتر اللي هو الصمام الصمام المسؤول عن التحكم في التبرزق مايهمش اذا كان النصور ده بره العضلات دي لانه حتى لو عملنا جرح ماهمش هيقفل طب اذا كان بقى التراك ده جوه العضلات هل يجوز ان احنا نعمل الفستيليكتومي ده او الفستيليكتومي ده لا يجوز طبعا لانه هنخلي المريض في حالة من الريسك ان يجيله انكونتنس ان يجيله عدم تحكم في مرور البرازم مر التاريخ بقى بالحكاية دي بدأوا شركة من الشركات تفكر انه من الشركات العالمية يعني تفكر انه ده تراك طب ليه ما نقفلوش تعالى نختري حاجة اسمها جلو مادة طبية كده زي السمغ تدخل جوه لتراك تقفلو لقوها افشل حاجة لانه بتخلي الناحية تينف تعمل ابسس قد كده فبطلوها فجاءت الجامعة بتقول مناظير قالك طب ما نعمل استابلر يخش ندبس الفتحة الداخلية بتاعت النصور فيبقى ما فيش حاجة بتخش من ناحية دي وده يقفل لقو انه برضو ما بيخفش لان التراك مازال موجود الى ان تطورت الحكاية بقنا بنعمل حاجة عظيمة اسمها الليزر وبعد الليزر بقى فيش شوات حاجات كمان خلي بالك الليزر فاكرته انه احنا قلنا ان الحكاية كلها في التراك طب ليه بدل ما نشيله لتنقطع التراك ونقطع حتة اللي حواليه وكأننا بنخش بحاجة بالزبط تقفل التراك وتشيله وتقفل اللي تشوي حواليه لقوها حاجة حلوة جدا حقيقة ونتائج عظيمة جدا مع استخدام الليزر سموا العملية دي اسمها فيلاك او فيستولا تراك لازر كلوجر تعتمد ان احنا هنقفل الفتحة الداخلية بتاعت النصور ونقفل التراك باستخدام الليزر نتائج قط عظيمة جدا بنوصل لدرجة نجاح 80-85% وصلنا بقى لدرجة نجاح كبيرة جدا لما استخدامنا حاجة اسمها فيفت واحنا هنا خلي بالك تعالى نقول ان ده مريض وعنده خراج بجوار فتحة الشارج واحنا هنخش نعمله العملية دلوقتي فتحنا الخراج ونضفنا وركبنا سيتون سيتون ده مصنوع من السيليكون كده لان في ناس بتستسهل فتحط شوات خيوط بيرولين او حرير او كلام زي كده كلام فاضي طبعا لكن ده السيتون الحقيقي اللي هو مصنوع من السيليكون صحيح هو غالي شوية لكن وظيفته مفيدة جدا انه بيخلي التراك يقفل على بعضه ويعني لو حطناها فرصة قبل الليزر ثم هنقفل الفتحة الداخلية بتاعت النصور باستخدام فيكريل مثلا او خط قابل للزوابان ونقفل التراك بعدها باستخدام الليزر بعد ما نكون احنا قردي افنا من جوه بعد ما نكون احنا قردي افنا من جوه اجراء عظيم جدا طبعا وزي ما بقول حلاك نجاحه 80-85% وفي علم النصور الشرج لما حاجة توصل لنجاح 80-85% الناس تطلع بها السماء طيب موقفتش بقى الحكاية عند استخدام الليزر بقى في حاجة اسمها فافت فافت او فيديو اسيستد فيستولا تريتمت طيب احنا كان الليزر ده كان عظيم جدا طب كان يعيبوا ايه بقى في التكنيك ده انك وانت بتدخل الاوبتيك فايبر او الاسطارة جوه التراك ما انتش شايف يعني بتدخل الاوبتيك فايبر وتحرق بتعتمد على شطرتك وعلى خبرتك وحاجات زي كده لكن مش شايف التراك ده بيحرق فين يعني مش شايف الليزر شكله ايه طالع فين مش شايف البرانشيز واشايف حاجة مش شايف تفرعات مش شايف تفرعات ان وساعات النصور مبقاش خط بس كأنه قناة قناة ليها فروع طب ازا بقى كان بقى فيه شركة طبعا شركة امريكانية عظيمة جدا اخترعت حاجة اسمها فافت اللي هو المنزار الصغير اللي بيدخل اللي هو ده اه اه ده المنزار ده بروب كده بيدخل من ال هوريك فيديو ليه دلوقتي عظيم جدا طب ازا قدرنا نشوف جوه التراك تتخيل كده ان احنا هنشوف هندخل جوه التراك نفسه التراك ده رفاية رفاع جدا بالميلي وعشان كده احنا كده داخلين خلي بقى لك خلي بقى الويتس ده كله 3-4 ميلي ولا حاجة بالكتير يعني احنا كده جوه التراك فبقينا شايفين ما داخل النصور دي اصغر كاميرا شفتها لا اربع ميلي اه اه اصغر كاميرا شفتها يعني انتوا دلوقتي بتشوفوا اصغر نوع من المناظير على الاطلاق الزبط اصغر نوع 3-4 ميلي احنا جوه التراك انا نفسي الحقيقة يعني مكنش بتخلين ممكن نيجي اليوم اللي بقى شايف فيه النصور يعني شايفه رؤية العين كده يعني انت لما بتحكيني دلوقتي بتحقول لك وانتوا يعني بتحلموا ان انتوا دخلوا جوه النصور النصور ده يا جماعة عبارة عن رفيع جدا زي الشعرة تقريبا رفع الشعرتين جامعة الزبط صحيح صحيح بالميلي يعني اه يعني حتى لما يقول نصور كبير شوال اقول لك ده 6 ميلي مثلا ده 5 ميلي حاجة كده يعني فبقينا بنشوف جوه التراك مبقناش بنعمل الليزر الواحد وبقينا بنعمل الليزر يعني اه اه واحنا شايفين كده فبقينا نشوف لو في برانش دلوقتي هنشوفه وكأنه حارة كبيرة جوه الشارع يعني فبقينا بنحرق طبعا متكبر الصورة دي متكبرها جامد متكبر طبعا ماجنفاية تليرة طبعا اه ماجنفاية تليرة طبعا طبعا احنا كده جوه التراك ودلوقتي بنحاول نعمل شوهات برايدمنت يعني نطلع كل النكروتكتيشو اللي جوه زي ما حاجة شايف دلوقتي الخلايا والعنسجة الميتة وبعدين بقى نحرق بعد ما نخلص نحرق بالليزر اه فنبقى خلينا النجاح اللي كان عظيم جدا بالمناسبة التامين الى خمسة وتسعين في المية ده اصبح تسعين في المية وخمسة وتسعين في المية وبالعكس كمان يعدي عاجات كبيرة قوي لما بدأنا نستخدم الافكار بتاعت الشركات المختلفة الليزر ده اللي بتعمله شركة ألمانية عظيمة قوي والفافت ده شركة امريكانية او ما عرفش منين فهنقول سامي ودا لا لكن جبنا الشركة دي مع الشركة دي وبقى اللي اتنين وبعض فعملوا تكنيك حلو قوي انك تحرق نقول سامي واسا مش محتاجين دعاية دول يعني الافت ده من شركة ستورز ستورز الامريكية والليزر من شركة باوليتك والاتنين بالمناسبة من اكتر الناس اللي بتنفس بعض يعني لكن مؤخرا لما بدأوا يشتغلوا سوا يعني في الوقت شب الأخرانية اللي كنا بنعملها لما بدأنا نعمل الحالات واحنا ماخدين من هنا احسن حاجة ومن هنا احسن حاجة الحجيزر مع منزار مع المنزار مع المنزار ده مش منزار بالمعل المفهوم اه بالزبط كاميرا ده صوت كاميرا اه كاميرا اه بالزبط هم البروب الصغير اللي قدام ده بيدخل جوه الاكسرنال اوبنينج وده اللايت سورس بتاعه اللي طالع فوق اللي اللافف على بعضه ده والورا ده تشانل بتخلينا انا ادخل فرشة ده ركحت حاجة ادخل اثارة الليزر احدى رأحرق بيها الحقيقة بقت نتاج عظيمة جدا وتخيل بقى ان احنا تطورنا من ايام ما كنا بندخل حتة حديدة ونقطع كده الى ان احنا بقينا بنعمل الحكاية دي باستخدام الليزر وباستخدام المناظير فنتاج بقت عظيمة واللي اهم من ان النتاج بقت عظيمة ان السيفتي بقى 100% بقيتها نقدر وانا قاعد في العيادة اقول للمريض احنا هنعمل عملية نسول الشراجي ايا كان صعوبتها ومية في المية مش هيحصل مش هيحصل عدم تحكم في البراز انا اخش العملية وهو كمان في بطننا بطي خصيفة زي ما بيقولوا ان ده التخوف الكبير بالزبط اي مريض بيفكر فيه بالزبط انه ما يحصلش ابدا ابدا الحمد لله يعني ويمكن احنا على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا ويمكن عملنا اكتر من عشر تلاف مريض يعني ما عندهمش ولا واحد الحمد لله يا رب بفضل من ربنا جالوا مسألة الانكونترنس دي ابدا التخنية ديت فيها زي ما يقولوا ادوار وهو اكيد فيه ليزر بيشتغل فيه ناس بتجهز الادوات ناس المنظير بتتعقم خصة فيها فريق عمل طبعا مية في المية لو قعدت اتكلم سانة بحالها على فريق العمل يعني انا في منتهى السعادة بيهم ناس فهمة جدا هي بتعمل ايه كل واحد عامل زي خليط النحلة بالزبط كلها بيعمل حتة ومبيعملش غيرها وشاطر جدا فيها واحنا بنعمل فستولة مثلا فيه دكتور اوبريتور على المنظار واقف هو اللي بيورينا ندخل ازاي وكل حاجة وهو اشتر مني في الحتة دي اللي بشغل المهندس اللي بيوقفي شغل الاجهزة اليزر ده عظيم جدا وهو اشتر مني في الحتة دي الطاقم الدكاترة المساعدين اللي بيمسك حياتي يعني عايزين دي كلام عالتفاصيل دي يعني مثلا اللي بيشتغل اللي بيشغل الاجهزة اليزر ايه قيمت انه يكون فاهم كويس جدا لا ده مهندس طبعا مهندس اجهزة الطبية شاطر جدا الحقيقة وظيفته انه يعرف ان الويتس بتاع التراك ده ناخد عليه كام واط من الليزر اه يعني الاتساع ياخد عليه قد ايه من الليزر خلي بالك ده بقى مش قراري انا ده قراره هو وساعاتي ماشو رأيه عليا يقول لي لا يا دكتور محمد انا شايف ان الام رأيه بتقولي ان التراك ده ستة ميلي فانا مش هشتغل بثلتاشر واط انا هشتغل بخمستاشر واط اقول له اوكي اللي انت شايف لانه هو اشتر مني في حتة ده هو دي حتته بالضبط هو المهندس هو اللي فاهم اللي فاهم الليزر ده بيطلع ازاي وفاهم بيعمل انا جراح زيه زي الدكتور المناظير اللي واقف مسك المنظار مثلا لو هو مش موجود مش هعرف اخد الفيلد الكويس اوي ده زيه زي الدكتور اللي بيبدأ بعد احنا مثلا عندنا في التيم بتاعنا دكتور تجميل وشطر اوي مناسبة احنا حتى نسميه الريشة يعني لانه بيقعد يرسم كده الحاجات ازا مثلا المريض عنده جرح كويس هو يقفله احسن من انا ميت مرة فانا اخلص الحتة بتاعتي وهو يعمل الحتة بتاعته ما معروف انه بتوع التجميل هم افضل منا يخطرين جدا الحقيقة يعني بالزبط هو طول عمره بيعمل ايه هو بيعمل حاجات كتيرة بس من ضمنها انه يتعامل مع الجرح بالزبط ولذلك بقى قيمة فريق العمل ان كل واحد شاطر جدا في حتة مستحيل تلاقي واحد شاطر في كل حاجة مستحيل اللي يقول كده يبقى يقول كلام مش مظبوط برضو الجديد دايما احنا النهاردة قلنا حاجة جديدة المنصار في المفت اه اه يعني دي حاجة جديدة جدا طبعا ايه القريب هنشوفه جديد في الان وليك تلسيرش اه مفيش اخر يعني يعني انا بقول الحركة احنا كنا حتى التشخيص بتاع المرض كنا نبص بعينينا ونقول للمريد انت عندك كذا انت عندك بواسير انت عندك شرخ الشرق بتاعه حتى التشخيص ده بقى بماشين كبيرة اسمها بروكتو ستيشن بروكتو من بروكتولوجي وستيشن يعني محطة يعني محطة تشخيص امراض الشرق بقى اينا كشف ما بقاش بالعين كده بقى باجهزة بقى بكاميرا وبقى بألترا ساوند وبقى بمانومتري بقيت بحاجات عظيمة جدا فيش اخر ابدا بتعامل كل سنة الاوروبية او المؤتمر اللي بتعامل الاتحاد الاوروبي لجراحين الشرق والمستقيم مستحيل تتخيل التطور كل سنة بيبقى عامل ازاي مفيش اخر ابدا للتطور وفي الاخر كل ده بيقدم المريض والحمد لله دلوقت احنا وصلنا لدرجة عظيمة جدا انه يعني نزلت نجاح عالمية الحقيقة يعني تنورتني وأسعدتني الله يخليك كالعدة ابداعت وأبهرتني النهارة الله يخليك الحاجات الجديدة الجميلة دي ما تنسوش انه يعني الامراض زيتنا سور الشرقية وغيرها بترتبط ارتباط وصيق جدا بكثير من الامراض يعني مسلا السكر نقص المناعة اللوكيميا المشاكل النخاع العظمي كل من المناعة تقيل كل من فرص العدوى تزيد والعدوى او الانفكشن بأي ان كان ده ممكن يكون بداية المشكلة ضيفي العزيز الأساس الدكتور محمد الناجدار استشاري جراحات الشرق والمستقيم وعضو جمعية الاوروبية لجراحات الشرق والمدير المؤسسة هي مكيولة لعلاج امراض الشرق والمستقيم ابدعتك العادة والانوارتنا بالمنظار بس في قناة يعني في حلقتنا وبي يعني اقول ايه ده حد يتخيل انه مليمترات تشاف بالمنظار العلم ملوش يعني علم المناظير وعلم الكاميرات علم متقدم للغاية للغاية وده مهم جدا وقتاح الليزر أيضاً فرق كتير جداً في عالم الجراحات أكيد وخلى هذه الجراحات بعدما كانت الجراحات مزعجة للغاية أصبحت جراحات مأمونة للغاية ودي مهمة جداً خليكم دايماً معنا سرحب